فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار باب القتل بالقسامة القسامة نصدر أقسم وهي الأيمان عليكم سماحياتكم أيمان يقسمها أولياء القتيل إذا دعوا الدم على المدعي أو على المدعي عليهم الدم وخص القسم هنا على الدم بالقسامة ولذلك قال إمام الحرميني القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان وعند أهل اللغة اسم للحالفين وحديث القسامة أصلا من أصول الشرع وقاعدة من أحكام الدين عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عن جماعة ابطال القسامة ومن الزهر وغيري واختلف واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها أم لا فقال جماعة من العلماء يجب وهذا قول مالك وأحمد الحمد لله رضي الله عنكم جميعا وهو قول إسحاق وأيضا شفائي في القديم وقال أبو حنيفة وشفائي في الجديد لا يجب بل تجب الدية واختلف في من يحلف القسامة فقال مالك والشفائي والجمهور يحلف الورثة ويجب الحق بحالفهم جيد الحمد لله المهم أنكم كان لكم عذر وما كان تقصيرا وهذا فضل يسأل الله لكم أمركم وأفتح عليكم والشكر لكم روى المصنف بسندي عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخه عبد الرحمن بن سهل وإذن عمه حويصة ومحيصة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغره عليكم السلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الكبر أو كبر كبر يعني أو قال ليبدأ الأكبر فتكلم في أمر صاحبهما فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته وهذا ما تمسك بما قال بالقصاص قالوا أمر لن نشهده كيف نحرف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل عليكم السلام عليكم وكزيكم الله خير قال سهل دخلت مربدا لهم يوما فرقدتني ناقة من تلك الإبل رقدة برجلها وهذا تأكيد على أنه وداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل عليكم السلام وكزيكم كان الله في عونكم شفاكم الله وفاكم وحسن الله عليكم قال أبو داود رواه بيش بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه أتحرفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ولم يذكر بيش دما وقال عبد عن يحيى قال أي كما قال حمد ورواه بن عين عن يحيى فردأ بقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون والقصة أن عبد الله قتل على مشارف اليهود وكان فذهب هو وابن عمه جوعا يبحثون عن الطعام فذهب ابن عمه ثم رجع فوجده ملقى على حفرة فقال ما فعل ذلك إلا ما فعل ذلك إلا اليهود هنا في قولي صلى الله عليه وسلم كبر كبر أو الأكبر أو الكبر الكبر المقصود به لا يتكلم إلا الأكبر وهذا كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دائبه أن يقدم اليمين دائما وكان اليمين أعجب إليه إلا في أمور منها السواك فإنه يبدأ فيه بالأكبر ما يبدأ باليمين والكلام يبدأ فيه بالأكبر لا باليمين عليكم السلام رضي الله رجمي فمن الأدب تقديم الأسن والأكبر ولأنه أحكم في المسألة ولأنه أوجز في الكلام ولأنه يصل إلى المفيد صباحكم خير رضي الله عنكم عليكم السلام وبركاته فتكلما أي حويصة أو محيصة في أمر صاحبهما خمسون رجلا أي على رجل منهم من اليهود قال فليدفع فليدفع برمته وفي قول يدفع برمته هذا تمسك به من قال عليكم السلام أنه يستحق الدم فهو دلالة للحنبيل وقول الشافي في القديم أن القسامة يزود فيها القصاص لأنه قال يدفع برمته قال الذين يقولون لا قصاص قالوا المعنى يستوفي منه الدية لكونها ثابتت عليه وهذا بعيد صراحة تكلف في التأويل قوله فتبرئكم يهود بإيمان خمسين أي تبرئ إليكم أنتم ادعيتم عليها وهم يخرجون من هذا الادعاء بأن يقسم خمسون منهم بأنهم ما قتلوه فتبرئ ساحتهم فقالوا يا رسول الله اليهود قوم الكفار أي كيف نقبل أي منهم ونحن نعلم أنهم كفروا بالله من يثق في أمثال هؤلاء وهم وهم يقسمون فلما قالوا ذلك علم النبي أنهم لن يقبلوا أيمنهم فتحمل الدية هو ولذلك قال فوداه من قبله عن بيت مال المسلمين وهذا أن بيت مال المسلمين يتحمل ذلك لقطع النزاع ولحق الدماء وإصلاح ذات البين فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم وقد امتنوا عن أمرين قالوا كيف نقسم على أمر لم نشهده وكيف نقبل أيمان قوم قد كفروا فرفضوا الأمرين والمسألة كان الأمر سيكون سيكون قتالا وقتالا عظيما لذلك وداه النبي من أجل حسب المادة ومن أجل رفع النزاع يقول ساهل بأنه ربطت أنيطت العبل ومئة من العبل على ساحتهم حتى رقدته ضربته بالرجل ركضته ناقة وهذا معناه أنه حفظ الحديث حفظا تأمن وفي قوله أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم هذه دلالة أولا هنا على من قال بالقصص أيضا من قال القسامة فيها القصاص لأنه قال تحرفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أي قاتلكم استدل به أحمد على أنه به بها القصاص وبها الدم لأنها لن تسكت سائرتهم إلا بذلك والقسامة في حقيقتها مخالفة لسائر الدعاوة من جهة أن اليمين على المدعي والأصل أن البيين على المدعي واليمين على من أنكر صلى الله أحسن الله عليكم فهنا فيها دلالة واضحة على على المخالفة على التأصيل العام فالأصل العام البين على المدعي واليمين على من أنكر هنا العكس البيين اليمين على 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 المدعي يبدأ بها وفي قول ابن داود قال عبد عن يحيى يعني ابن سعيد في رواته كما قال حمد غير أنه لم يذكر الاستحقاق الأي لم يذكر ابن عين قوله وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم وهذا وهم من ابن عين في قوله تباريكم يهود بخمسين يمين يحرفون ما كان الأمر عليهم أصالة اليمين على على الأنصار فلما رافضوا وقالوا كيف نقسم على شيء لم نشهده قال إذن تباريكم يهود بخمسين يمين قالوا قوم كفار يا رسول الله القوم على كفر كيف نصدقهم قال ابن عين عن عبد داود أنه قال هذا الحديث وهم من ابن عين يعني التبدئة وقال الإمام المندري قال شفعي إلا أن ابن عين لا يثبت إقدام النبي صلى الله عليه وسلم والأنصاريين في الأيمان أو يهود فيقال في الحديث أنه قدم الأنصاريين فيقول وهو ذلك وما أشباهه هذا حديث الممشف أيضا ابن عين أنه بدأ بالأنصار وقال وكان سبيان يحدثه هكذا وربما قال لا أدري أبدأ رسول الله بالأنصار في أمر يهدي فيقال له إن الناس يحدثون أنه بدأ بالأنصار قال قال فهو ذاك وربما حدث لما شك وذكر البياقين في السنة الكبرى لذلك أن البخاري ومسلم أخرج هذا حديث من حديث الليث بن سعد محمد بن زيد وبشر بن مفضل عن يحن سعيد واتفقوا كلهم على البداء بالأنصار وأصل الصحيح أنه في القسامة يبدأ فيه بالمدعي لا المدعي عليه وطبع القسامة يبدأ لها من اللوث اللوث يعني هناك أثار يعني يكون مات في قريتهم هناك دماء تتناثر رجل واقف أمام الجثة فممكن أن نقول هذه اللوث اللوث هذا هو الذي يجر إلى صدق القسامة والعمل بها وفي رؤية أيضا عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من قبلاء قومه أن عبدالله بن سهل عليكم السلام ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر وعبدالرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم والذي كان بخيبر فقال له رسول الله كبر كبر صلى الله عليه وسلم يريد سين فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله إما أن يدوا صاحبكم الدياني وإما أن يؤذنوا بحرب إما يدوا صاحبكم وهذا كأن نبي حصر الأمر في الدية فمنع القصاص وهذا الذي يتمسك به الشافعية والحنفية وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتبوا إن والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود شوف بدأ بالأيمان بالأنصار قالوا ليسوا مسلمين فوداه النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفعت دي من عنده فبعث عليهم ما أتناق حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركاضتني منها ناقة حمراء وهنا قتلوه واجعلوه كما قلنا يعني في فقير أو قفير بئر قريبة القعر واسعة الفم جدا أي حفرة وجده قتيلا ملقا في حفرة ثم أتى اليهود فقال أنتم قتلتموا قالوا الله ما قتلناه وهذا مجرد الدعاء ما في دليل على ذلك لكن هو لما قتل في ناحيتهم كان لوث له أن يقسم في هذا الباب كان له لوث يقسم عليه فذهبوا إلى رسول الله فذهبوا محيسا لأنه شهد القصة ليتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وقد بياننا قبل ذلك بأن النبي قدم الكبير في السن في 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 أمرين قدم الكبير في السن عند السواك لأنه رأى في المنام أنه يعطي الصغير السواك فقيل له كبر كبر وقدم الكبير في السن أيضا للكلام نعم فلما علم النبي بالقصة قال إما أيدوا صاحبكم يعني يدفعوا الديا له وكأنه حصر الأمر على الديا وهذا الذي تمسك به من قال بأنها ليست على القصاص بل هي الديا قال إما أيدوا صاحبكم وإما يؤذنوا بحرب لأنهم هنا اختل عندهم المعاهدة في هذا الباب والتجرؤ على دماء المسلمين تؤذنوا بالحرب هكذا كل معاهد هكذا كل صلح قد ينفك إذا حدث التجرؤ على الديانة أو على الاستهزاء أو الاستهانة بتعظيم مقدسات الدين أو بالتجرؤ على دماء المسلمين قال وإما أن يؤذنوا بحرب نعم فإن الله ورسوله يحاربونهم لأنهم تجرؤوا على الدماء المسلمة كان في الإسلام عز الله المستعان فقال الأنصار يعني لو أقسموا كيف نصدقهم وإياكم فقال ليسوا فقال ليسوا مسلمين يا رسول الله يعني كيف نقبل أيمانهم إنهم يقسمون قد كفروا بالله فكيف نقبل أيمانهم فوداه أي أعطى ضياته حتى أدخلت يعني أو قال رقتدني هذه الناقة وهذا إثبت لطلب الحف في هذا الباب الحق أن القسامة على خلاف الأصل كما بينا القسامة على خلاف الأصل لأن الأصل أن اليمين على المدعي البين على المدعي واليمين على من أنكر هنا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعي بل خمسين يمينا نعم فلو كانوا عشراء كل واحد منهم يقسم خمس أيمانات ليصلوا بالأيمانات إلى الخمسين الفائد المصطنبطة تكبير الكبير عند الكلام لأنه أحكم وأوجز وأبلغ وأجود إلى الوصول إلى المقصود معاهدات أهل الكفر تنحل إذا استهزأوا بالدين أو تعدوا على دماء المسلمين ديننا دين العدل ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني إنهم يهود كيف نقبل أيمانهم وداهوا النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين من أجل حسم المادة وسد الزريعة لذلك أجازة أخذوا الزكاة في هذا الباب من أجل حسم المادة وسد الزريعة وأصلاح ذات البين وحفظ الدماء هذه شريعتنا الغراء لو في أسئلات تفضلوا ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا فدافقون كسق الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص ربي وبارك على شيخ النبي للغلق والضاح المحيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر